السلام عليكم أحبائي ويا مساء الخيرات اليوم الثاني من ليالي دوري أبطال أوروبا وأخيرا زبط معنا توقع يا جماعة لا تقولوا لي توقع واحد زبط من نتائج المباريات ولو بشكل جزئي يعني انتصار وحيد فقط بروسيا دورتموند بيخسر أماو أثريكم مادريدا توقعنا الروخي بلانكوس فانتصار بينما بالمباريات المجنونة الثانية كان عندنا البارسا بيخطب انتصار ثمين جدا وتشافي بيتفوق على لويس اندريكي بالبارك دي برينس ويضع قدم وربما قدم ونصف بالدور القدم من دوري أبطال أوروبا لكن الحسن بكل تأكيد بالمونتجوي كونها كرة قدم فتفضلوا نحكي شوية عن هذه المباراة أكيد أثريكم مادريد بوروسيا اليوم ما ركزت عليها حاولت ركز فقط مع برشلونة وباريس لأنه زخم المباريات اللي كانت مبارح وجع لي راسي بكل عمالي لكن أكيد مبروك أثريكم مادريد من بداية المباراة سجل هدف مبكر عن طريق دي باول بعدين عززوا هدف تاني عن طريق مولينا عمل شوية تبديلات ودرب روسيا دورتموند قدر يسجل هدف عن طريق سيباستيان هير وكان قريب من التعديل مع آخر الدقائق لكن بالنهاية بمجمل مباراة أكيد تقدم مستحق للروخي بلانكوسوس حسن يتأجل لمباراتهم بألمانيا أما بالنسبة لباريس سنجرمان وبرشلونة بالنسبة لهم نشوف في وضعية الفريقين بشكل عام باريس المباراة على أرضه الإياب على أرض بارشلونة بالمجمل بمطلق المباراة ومنطق كرة القدم دائما بتتكلم الأفضلية دائما بتصب بهاي الأمور من ناحية الفريق اللي هيكون الإياب على أرضه وتكلمت هذا الكلام في أفضلية نسبية لبارشلونة فهيحاول يخرج قدر إن كان بنتيجة إيجابية وتوقعت تروح المباراة لنتيجة التعادل بكل أمانة أنا ما توقعت هذا التفوق بالنسبة لتشافي فنيا أنا ما توقعت أنه يوصل للتفوق لهاي الدرجة ولهاي المرحلة لعبة التفاصيل بعض الأدوار آه لعبة التفاصيل بعض الأدوار بكل تأكيد لكن كمان كانت على كده الفريقين مثل ما خدمت بارشلونة لكن كمان كانت عليهم ببعض الأحيان وكانت على باريس ببعض الأحيان فلو مشوف في فيداية المباراة مشهود إنه باريس لويس إنريكي دخل بخططه اللي هي الأربعة ثلاثة ثلاثة قال إنه أنا والله حاليا أمثل من الأسلوب ونهج برشلونة أكثر من تشافي نفسه ومن هذا الكلام لكن بالنهاية ما شفنا هذا الشيء كان عنده الأربعة ثلاثة ثلاثة كان عنده اللاعب والهو أماركينيوز على اليمين كان عنده اليسار منيديج كان عنده قلبين دفاع وهون الكلام انتبهوا شوي هيرنانديز وكذلك بيرالدو والاثنين قلوب دفاع وهذون الاثنين ما بيلعبوا مع بعض هون على فكرة ليش لأنه اللعبين أعسارين يعني هنا اللعبين ما بيلعبوا مع بعض بهذا المركز بصير فيه تداخله كثير وبيصير فيه كمية أخطاء كثيرة وشفنا هذا الشيء بتشعروا أنه مركزه خاطئ بشكل دائما مع كل هجمة يعني بأفضل أحوال كانت مركزه خاطئ دائما لأنه اللعبين متضاربين من ناحية المراكز السبب هو أكيد الإصابات لأنه كذلك غياب أشرف حكيمي غياب بديل وغياب إلى آخره كمان فيه كمية غيابات ببارسينجرما مثل ما فيه غيابات بالبارسة الوسط شفنا بيبدأ بلي كانجرما وكذلك فيتينيا اللي هو نفسه فيتور هيريرا يا جماعة فيناس بتشوف بتعلق لي على فيسبوك مين هاد فيتينيا هو هيريرا نفسه فيتور فيريرا عفون نفسه وكذلك فابيان رويزي اللي حيكون كلاعب ارتكاز وأمامه الثناء الثاني وعلى اليمين كان عندنا دنبلة يسارا كان عندنا مبابي وفي العمق ماركو أسنسي وهل هذا الشي على الورق كان صحيح مية بالمية لا كان فيه شيء من اللامركزية بيحاول يطبقه لويس انريكي قدر الامكان يعني مبابي كنت بتشوفه على اليسار وأحيانا بيدخل للعمق ماركو أسنسيو على اليمين وأحيانا بيدخل للعمق أو بيحاول يربط مع الوسط ما نجح بنسبة كبيرة إلا بلقطة واحدة وكان عنده تزديل مهمة كتير كان عندنا عثمان دنبلة اللي هو بيلعب على الجبهة اليمنى بشكل دائم وقدم واحد من أسوأ الأشواط اللي هو الشوت الأول وهنا حنتكلم عن هذا الموضوع بالمقابل برشلونة شفنا تشافي بدأ بأربعة ثلاثة ثلاثة شعرنا أنه كان مجبر على بعض الخيارات لأنه مو منطقي بشكل عام حتى إذا بدخل لمخة تشافي ما بتوقع أنه كان بده يبدأ بالأمين جمال كبداية متش لكن يبدأ بأنه موضوع الجاهزية ومين الأجهز ومين كذا أنا بتوقع تشافي إلى هذه التشكيلة ويحبون أن يخرج أفضل معنا ومين الأجهزة ومين الأجهزة لفاندوفسكي وكذلك رافينيا الذي يقدم آخر مباريات أدوار خرافية بكل أمان وسط الميدان كان لدينا كاي غون دوغان سيرجي روبيرتو بدأ لك ريسنسن يبدأ بأنه لم يجهز 100% يبدأ هذا المتش مباشرة وكذلك فرينكي ديونغ بدفاع كان لديك كوندي أروخو كوبارسي وكانسل بدون أي مفاجئات مع بداية الماتش كما توقعين نحن أن باريس يجب أن يحاول يعمل شيء من الضغط لماذا يستغل أجواء ملعبه هذا الشيء المتوقع دائما بمباريات باريس عفكرة بدور أبطال أوروبا يجب أن يعمل هياجة مطلقة لويس أنريكي يحاول أنه بل كي يحاول أخطف هدف مبكر لكن يحسب لتشافي أنه تقريبا 8 إلى 10 دقائق 12 دقيقة قدر يستوعب هذا الطفان وبيهدوء جدا كبير 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 وكانت أثناء ما كان عم يضغط باريس وهو حامل الكرة على بارشلونة بتلاحظ أنه كانت أهم شيء عن باريس هو قطع الكايغندوغان عن باقي الفريق عن المقدمة لماذا؟ بكل بساطة لأنه حاليا هو محرك بحث بارشلونة ونجح بهذا الموضوع بهذه الأوقات بهذه الأوقات كان نجح نوعا ما فقط بهذه الأوقات بعدها لو منتقل ما بعد الدقيقة العاشرة بتشعر بارشلونة خلاص باستوعب ضغط وهيجان لباريس سينجرمان بدأ ينتقل للعبته لأن هون بتشوف بارشلونة حتى شكله تغير كان فلات الشكل أربعة أقرب لأربعة أربعة أثنين عم يتحول بالعملية الدفاعية أربعة واحد أربعة واحد أحيانا فلات جدا مسطح جدا بتشعر الدفاع يعني حتى كان سلله بتشعر مدافع أي سر بحد كان يلعب شو السبب ببساطة لمحاولة استيعاب هذا الهيجان قدر الإمكان بعدين يبدأ بالتحول لأنه عندك عثمان نمبل سيحاول كتير يخترق عشان يتضل معه عندك يعمل شفتنج هو ماركو أسينسيو بعض اللعبين يحاولوا يزيدوا مثل كانج ببعض الأحيان يحاولوا يستعبوا قدر الإمكان عجبها التاني كوندي أراوخو ومساعدة أحيانا مع الأمين جمال على كيليان مطاطئ ونجحه مية بالمية بعدها بدأت تحول برشلونة لإستحواذ ويحاول هو اللي يلعب لعبته كيف؟ بحيث عفوا مو الاستحواذ عند المطلق بقصول أنه يستحوذ على الأبة ويمشيها لا لأنه برشلونة ما قدر يستحوذ بالمطلق لكن هو قدر يسير المباراة مثل ما بده لكن انتقلت شابيهون لأنه يلعب لعبته وهي أنه أنا بحاول أتقدم شوي للأمام بغير شكلي نوعا ما وبدأ ألعب على التحولات مو من مناطق متقدمة ومناطق متأخرة نوعا ما ليش؟ لأنه هذا يمكن تنفيذه مع باريس ثانيا عندك الجودة التي تسمح بهذا الشيء شفنا كانسلو يتقدم نوعا ما للأمام حتى يحاول يربط قدر الإمكان مع وسط برشلونة وفي ذات الوقت باريس برشلونة يعتمد على هذا فشفنا مرات كان في كرات طويلة من دفاع برشلونة مباشرة للوسط ثم إلى اليسار باتجاه رفينيا شفنا كرة اثنين ثلاثة كان في تضهيع للكرات ما بنقول تضهيع أيضا كان عن تألق لدونوروما وعارف يتعامل مع أخطر كرة كرة رفينيا هو تقريبا قلل من احتمالية تسجيل هاي الكرة ببراعة مطلقة وكان في عندنا خيار تاني اللي هو لما كان يتقدم كان سل هو اللي يشارك بعملية نقل الكرة وأحيانا كانت تنقل الكرة باتجاه الأمين جمال ووحدة من هون اجت في الهدف بالنسبة لبرشلونة بعد ما شفنا تقريبا كان في ارتداد تحول في برشلونة لشكل أقرب لا ثلاثة اثنين اربعة واحد تقريبا فكان بيهاجم بيخوماسي بيرتد مقابل ثلاثة فقط من بارستنجرمان فكان في هون غلبة لبرشلونة من ناحية العدد ومن ناحية الجودة أيضا فشفنا الأمين جمال ما علي رقابة نهائيا بيلعب الكرة بكل اريحية كان في ابعاد خاطئ من روما رفينيا في المرمى وهنا نشيط بأدوار الليفاندوفسك اللي كان ضغط على الحارس حتى يحاول يخلق شيء من التوتر عنده ويرتكب تشتيت خاطئ ما يعمل تشتيت خاطئ وهذا اللي حصل بيكمل رفينيا في المرمى فكان الهدف الأول بالنسبة لبرشلونة وانتهى الشوت الأول على هين النتيجة اللي هي 1-0 هون كان في نقطة كيف انه كان في أوامر من لويس انريكي انا كتبت عن هذا الموضوع على فيسبوك بدأ اشرحه شوي انه اعطى أوامر لهذا الفريق ما قدر ينفذها كان بديوا يلعب بأسلوب برشلونة قدر لمكان أسلوب اللامركزية ما الى ذلك لكن انت اولا عنده غيابات ثانيا نحط العناصر الموجودة على أرض الملعب لا تستطيع تنفذ هاي الأدوار بشكل صحيح مية بالمية مثل مثلا عندك في تينيا كان دائما هو اللي بيكون اغلب الاحيان هو اللي عم يضغط على الكاي جوندوغان فلما كان يضغط معه الكاي جوندوغان اللي عب ذكي جدا كان يتحرك يمين الشمال فياخذك معه فيخلق مساحة فيلعب برشلونة بهي المساحة بشكل دائم لاحظوا اكتر من نقل كرة كان بهي المساحة نفسه حتى احيانا كان يفوت فيه لمناطق عميقة كثير فيتفرغ وسط باريس فأنا هون اللي بدي اشرحه احيانا التعليمات بتكون صحيحة لكن في المكان الخطأ هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للشوت التاني كان لازم يحصل شيء من الويس اندريك لازم يعمل شيء امطابة امتحجيمه تماما عثمان دنبلي اسوأ شوت اللي لاعب بتاريخ كرة القدم عشر تمريرات اظن ثلاثة منها كانت صحيحة محاولات الاختراق وحدة منها كانت صحيحة ولعب وحدة كاتباك اللي هي لعبة بكون رائعة جدا الكاتباك رائعة جدا ما كان وقتها صحي يعني انت دخلت عملت اختراق وصلت على خط المرمى عملت كرة خاطفة لداخل منطقة العمليات لبرشلونا كليانا مبابة ما كان بوضعية سانحة فأنت انت وين مخك يعني شيء غريب جدا بالشغط التاني فيه تغير وهذا رح نجي لأوسمان دنبلي اللي كان لدينا تبديل اللي كان لدينا اللي كان لدينا تبديل اللي هو الدخول باركولا وخروج ماركو اسنسيو فهون انت بتفهم ان اللي كان لدينا بدأ ينزل عن الشجرة فكرة انه أنا والله بدأي لعب لعب هذا تيكي تاكا وبرشلونا وكذا لا لا تزبط مع هذه العناصر برجع قدر الامكان لشيء من اللامركزية من ناحية فيتيني مثلا اخي تركلي قندقان بتشعر انه قاعد معه تركه هذا الزلمة هيخرب بيتنا وتصرف على اساس انه انت المبادر ما تكون بتنتظر شيء لا يحصل حتى نحنا ندافع عنه لأ انت كونا المبادر نحنا بدنا اللي نهاجي ونحنا اللي بدنا نبدأ المباراة ونحنا اللي بدنا نضغط خلي تشافي هو اللي يفكر شو بده يعمل بالنا وهذا اللي حصل فشفنا هدف مبكر من عثان دنبلة والثاني مباشرة من فيتور فيريرا ولي هو فيتيني نفسه كذلك الامر لو بتلاحظوا بعد هذا التبديل بتشعر انه باريس اختلف شكله تماما بالواجبات الدفاعية وكذلك الادوار الهجومية اختلف تماما ماعد مقيد مين بده يراقب هو صار هو صاحب زمام المبادرة دخول باركولة فرق كثير كثير مع الفريق خروج ماركو اسنسيو ما قدم شيء بالشوط الأول عثمان دنبلة اللي ما قدم شيء بالنسبة لي بهي المباراة بك الأمانة لكن استفاد من اللامركزية لأنه كان يعمل أحيانا تحركات تروع اليسار باتجاه كليان البابي وأحيانا باتجاه العمق طبعا وباركولة هو دائما عجبها اليمنى فشفنا واحدة من لوحات عثمان دنبلة تزديد صاروخية اللي هاي ما بتحصل دائما ما فيك تشيت فيها كتير لكن لأنه هذا اللاعب بلحظة بيكون أفضل لاعب بالعالم بلحظة بيكون أسوأ لاعب بالعالم بمعنى الكلمة بعد مباشرة كان عنا أساسم فابيانا رويز كان فيتينيا نفسه بيسجل الهدف الثاني حتى تنقل بالنتيجة هدفين مقابل هدف بالنسبة لباريس سان جيرمان الآن هم بدأت لعبة المدربين بدأ لويس اندريكي من حيث التبديلات عمل تبديل أدخل زاير امري والذي كان نقطة ضعف من ناحية سكواد الموجودة على أرض الملعب أو التشكيل الموجودة على أرض الملعب لأنه زاير امري كان لازم يبدأ المتش لكن يبدأ أن الجهزية ما كانت مئة بالمئة بالنسبة لهذا اللاعب وأخرج لي كانج مع أن لي كانج بالمجمل بكل أمان اللاعب ماتش بالمجمل جيد هو بالمجمل جيد لكن أنت بدأك زاير امري بدأك لعبة يوقفوا على الكرة بشكل أفضل رد عليه هون تشافي بتبديلين أكثر من الرائعين جواو فيليكس وكذلك بيدري مكان كل من سيرجي روبرتو وكذلك الأمين جمال هلأ ممكن تقلي لتحياتي لمعلق المباراة أنه الموضوع بدني وكذا فيه شيء من العامل البدني كمان برشلونة تعب شوينا وعما أكيد يعني فيه إرهاق بمباريات وكذا من هذا الكلام لكن كمان تشافي كما بدأ يحاول هو يجاري هذا النسق أنا بدي أحاول فقط أخرج بتعادل قدر الأمكان بأسوأ الأحوال لكن ليش ما بحاول أوقف على الكرة حد من الحركية السريعة واللا مركزية اللي خلقها لويس اندريكي بالشوت الثاني وربما أنا أخطف التعادل أو أخطف التقدم وهذا ما حصل مع دخول بيدري كرة خاطفة عدم تركيز اللي بيتكرر كل سنة بيلحظة من اللحظات مع باريس سين جرمان كرة وحدة رافينيا أمام المرمى وحدة باليمين وحدة باليسار هدف اليمين وهدف اليسار يعني هدف أكتر من رائع ما شاء الله تعالى كان عنه فبيدري هون ببرجيك الفارق ببرجيك فارق الجودة اللي بيعمل لما ينزل على أرضية الميدان بكل ذأكيد مع عدم تركيز من باريس سين جرمان نتأكد على هذه النقطة ورافينيا اللي كلمة اللي بيستغل أكتر وأكتر فكرة أنه يكون هو قدر الإمكان مهاجم على الجبهة اليسرى وبتشعر أنه خصمه دائما ملتهي بليفاندوفسكي أو الأمين جمال ببعض الأحيان فكان في ضياع بالنسبة لباريس سين جرمان كان فيه هنا طبعا شيء من الأخذ والرد نوعا ما كان في عنا عثمان دنبلة الكرة اللي ارتطمت بالقائم أو بالعارضة فيه شيء من المحاولات استمرهم بعدين تشافي عمل تبديلا تانين أدخل كريس سينسين أدخل في الرانتوريس كذلك بنفس الوقت شيء من التجشيط لأنه شعر تشافي إنه باريس سين جرمان بدأ يخرج ذهنيا من المباراة إنه كل دقيقة عم تمر لأ هذا الفريق يمكن ضغطه ما هو اللي أنا كنتمتوقعه يعني كتشافي ما هو اللي هات كان متوقعه من باريس كان متوقع شيء أقوى من هيك قدر يحجم الخصم بشكل كبير قدر يعزل كليانا مبابي اللي هو الخطر الأكبر وما يتوصل للكرات ولو بشكل كبير فالأمور ممتازة ليش ما بحاول أكتر وهذا ما قد حصل كرة ركنية عدم تركيز وقفة الدفاع كلها غلط كانت من باريس كرة سينسين هو دخلنا على الخط ركنية في المرمى الهدف الأخير بالنسبة لبرشيولانا وثلاثية مقابل هدفين مباراة أكتر من روعة هربنا من جنون مباريات البارحة نعم بيكلتأكيد قدر يسير المباراة صح تبديلات وكلها أتت بتوقيت صحيح ومن حسن حظه أنه كان موفق جدا هذا الشيء كمان لازم يؤخذ بالحسبان أحيانا أنت ممكن تعمل كل شيء هذا الشيء دائما أذكره وما بتنجح لكن اليوم لا كرة القدم أنصفت العمل اللي قام فيه تشافي هرنانديز مبروك لبرشيولانا بيكلتأكيد هل بتتوقعوا في أمل بالعودة لباريس سينجيرمان أكيد فارق هدف ما نهو فارق كبير لكن قدر الإمكان تحاول تقسم المباراة لأطوار تتعامل معها وتوزع المجهود البدني قدر الإمكان وتتعامل معه كل قسم على حدا وتبديلاتك تكون منطقية وينزل الفريق كذهنية على الأرض ما تكون طموحاته أعلم أن المنطق لأنه لو نرجع نحن قبل المباراة كنت أقول دائما يعني أنا كنت مرأ هاي الجملة بصراحة مين اللي علي ضغط اليوم أكبر برشلونة ولا باريس أنا بشوف باريس بصراحة لأنه برشلونة ما أنا مطالب حتى يوصل لهون خلاص وصل الآن لهون إلى هذا الدور هدف اقتصاد يتحقق هدف رياضي أنت ما أناك مراشح لدوري أبطال أوروبا طيب باريس باريس دائما مطلوب منه يحقق دوري أبطال أوروبا لأنه هو نشر هاي الهالة أنه أنا بدأ أجلب دوري أبطال أوروبا فبرشلونة بيلعب عمليا بدون ضغوط سيبك من كلام السوشيال ميديا هو بيلعب بدون ضغوط أنا وصلت لهدفي الآن أخرج ما عندي أي مشكلة هيا عقلية الإدارة والشابئة طبعا المبطني ما بيحكي هيك أمام اللاعبين لكن كهدف اقتصاد ورياضي خلاص الأمور ممتازة بينما باريس فهدفه لديك هل بتوافقونا أم لا حطونا أراكم بالتعليقات خلونا أندردش مع بعض عيدكم مبارك مرة تانية